بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم في درس تكوين البويضات للصف الثاني الثانوي العلمي الوحدة الثانية الفصل الثالث صفحة مية وواحد واربعين قبل أن نبدأ بعملية تكوين البويضات لابد من التذكير بأن تكوين البويضات يتم بطريقة الانقسام المنصف الانقسام المنصف له مرحلة ثانية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الأولى لها أربع أطوار الطور التمهيدي الطور الاستوائي الطور الانفصالي والطور النهاي المرحلة الثانية أيضا فيها طور تمهيدي، طور استوائي، طور انفصالي، طور نهاي في المرحلة الأولى الطور التمهيدي يسمى التمهيدي الأول ثم الانفصالي الأول، ثم التمهيدي الأول يليه الاستوائي الأول، ثم الانفصالي الأول، ثم النهائي الأول كل خلية ناتجة عن النهائي الأول منتج خليتين كل خلية ناتج عن النهائي الأول ستدخل المرحلة الثانية من انقسام منصف وتبدأ بالطور التمهيدي الثاني ثم الاستواء الثاني الانفصال الثاني النهائي الثاني وانتج خليتين الخلية الثانية تبدأ بالتمهيدي الثاني ثم الاستواء الثاني ثم الانفصال الثاني ثم النهائي الثاني هذا للتذكير بمراحل الانقسام المنصف الآن سنبدأ بعملية تكوين البويضات عملية تكوين البويضات تبدأ منذ المراحل الجنينية الأولى للأنثة تبدأ في المبيض إذن يبدأ تكون الجامتات الأنثوية في المبيض في المرحلة الجنينية يعني قبل ما تنولد الفتاة الخلايا المسؤولة عن نشوء البويضات هي الخلايا التناسلية الأولية تعريفنا للخلايا التناسلية الأولية هي خلايا جذعية غير متمايزة بالنسبة لكلمة خلايا جذعية تم مناقشتها بالصف التاسع خلايا جذعية تنقسم وتعطي خلايا الجسم المختلفة الآن الخلايا التناسلية الأولية هي نوع من أنواع الخلايا الجذعية وهي تكون غير متمايزة ماذا يحدث؟ فيها ثناء عملية تكوين بويضات سنأجل هذا الشكل حتى ننتهي من الشرح ثم نعوده إليه أول مرحلة مرحلة تضاعف الخلايا التناسلية إذا بدنا نتبع مع الكتاب نحن بنكون لصفحة 142 رح نشوف أول إشي المخطط السهمي ثم نرجع للفقرة كما هي موجودة في الكتاب المرحلة اسمها مرحلة تضاعف الخلايا التناسلية تبدأ بانقسام الخلايا التناسلية الأولية ثنائية المجموعة الكروموسومية وهذه الخلايا التناسلية الأولية اتفقنا على إنها خلايا جذعية غير متمايزة الآن ستنقسم انقسامات متساوية عدة في الانقسامات المتساوية كل انقسام متساوي ينتج عنه خليتين لش منسميه متساوي؟ لأنه ينتج خلايا جديدة مساوية للخليل الأصلية في عدد المجموعة الكروموسومية وما هنا انقسام واحد أن مجموعة من الانقسامات لذلك مكتوب هون انقسامات متساوية عدة الانقسامات المتساوية العدة للخلية التناسلية الأولية سينتج عنها خلايا بيضية أم ثنائية المجموعة الكروموسومية لاحظي الخليل انقسمت ثنائية المجموعة الكروموسومية والخلية الناتجة في نائة المجموعة الكروموسومية فالانقسام بيكون انقسام متساوي ما نوع الانقسام متساوي لأنه ينتج خليتين كل انقسام متساوي ينتج خليتين متساويتين في عدد مجموعة الكروموسومية مساويتين للخلية الأصلية كل مصار كمان انقسام كل مصار عدد الخلايا البيضية الأم أكثر كل مصار كمان انقسام بيصير عدد الخلايا البيضية الأم أكثر ويستمر عدد الخلايا البيضية الأم في الإزدياد كل خلية بيضية أم تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية بعضها بدنا ندير بالنا على كلمة بعضها ينمو بعض الخلايا البيضية الأم بعض الخلايا البيضية الأم تنمو يزداد حجمها إذا نمت ويزداد حجمها سيصبح اسمها خلايا بيضية أولية إذن تتكون الخلايا البيضية الأولية نتيجة نمو بعض الخلايا البيضية الأم والزيادة حجمها الخلايا البيضية الأولية ثنائية المجموعة الكروموسومية إذن لغاية الآن تناسلي الأولية ثنائية الخليل البيضية الأم ثنائية الخليل البيضية الأولية ثنائية المجموعة الكروموسومية لا زالت الفتاة في المرحلة الجنينية يعني لسه ما نولدت لسه في رحم الأم جميع الخلايا البيضية الأولية ستدخل المرحلة الأولى من الانقسام المنصف وتبدأ بالطور التمهيدي جميع الخلايا الموجودة في المبيض اللي هي الخلايا البيضية الأولية الموجودة في المبيض ستدخل المرحلة الأولى من الانقسام المنصف بتبلش في التمهيدي وتتوقف تتوقف في الطور التمهيدي الأول وتصبح في مرحلة كمون داخل المبيض ماذا نعني بكمون؟ يعني خلص ما بتغير عليها إشي تبقى كاملة ثابتة ساكنة لا يحدث لها أي تغير في الطور التمهيدي الأول فبصير في عنا في داخل المبيض خلايا بيضية أولية في الطور التمهيدي الأول في مرحلة كمون كم خلية؟ عدد كبير من الخلايا بصير شكل المبيض كما سنرى هنا المبيض بيكون فيه خلايا بيضية أولية في الطور التمهيدي الأول مشارع إليها باللون الأزرق هاي الخلايا البيضية الأولية ما بيكون موجودة هيك بتكون محاطة أو ضمن تركيب اسمه حوصلة أولية كبرد الحوصلة الأولية رح نحكي عنها في الدرس التالي إن شاء الله تحتوي بداخلها خلايا حوصلية ليش حوصلية؟ لأنهم موجودين داخل الحوصلة أعطيناهم لون ثاني مختلف عن الخلايا البيضية الأولية كل حوصلة أولية تحتوي بداخلها خلية بيضية أولية في الطور التمهيدي الأول كمان وحدة مثلها كمان وحدة مثلها كمان وحدة مثلها 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 يحتوي نبيض على عدد كبير من الحوصلات الأولية في كل حوصلة أولية خلية بيضية أولية واحدة في الطور التمهيدي الأول في مرحلة كومون ومجموعة من الخلايا الحوصلية نجل الفقرة في الكتاب مكتوبة بشكل رائع مرحلة تضاعف الخلايا التناسلية الأولية تنقسم الخلايا التناسلية الأولية نوع الانقسام متساوي كم عدد الانقسامات؟ انقسامات عدة ينتج منها من ناتج عن عملية الانقسامات خلايا بيضية أم كل خلية بيضية أم تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية أيضا الخلية التناسلية الأولية تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية يستمر العدد في الازدياد نتيجة الانقسام متساوي لاحظوا أنه تنمو بعض الخلايا ويزداد حجمها من هي اللي بدأت تنمو ويزداد حجمها الخلايا الأم ماذا سينتج عنها؟ خلايا بيضية أولي عن هذا النمو وزيادة الحجم لازلنا في المرحلة الجنينية صبايا تبدأ المرحلة الأولى من الإنقسام المنصف ولكن لا تكتمل يتوقف في الطور التنهيدي الأول الخلايا البيضية الأولية تكون في مرحلة كومون في داخل الموضع هكذا ما نكون خلصنا المرحلة الأولى من مراحلة تكوين البويضات نجي عن المرحلة الثانية المرحلة الثانية برضو ستروح على المخطط السهمي بعدين نرجع الفقرة بالكتاب عدد قليل من الخلايا البيضية الأولية عند البلوغ بتحفيز من الهرمونات الأنثوية يعني البنات انولدت في عندها عدد كبير من الخلايا البيضية الأولية داخل الحوصلات الأولية بتظلها ساكتة بتظلها في الطور التمهيدي الأول لغاية ما تبلغ وقت البلغ سيبدأ تكوين هرمونات أنثوية رح نجي لها بالتفصيل هاي عمل الهرمونات الهرمونات الأنثوية ستحفز الخلية البيضية الأولية على إكمال الانقسام المنصف الأول المرحلة الأولى من الانقسام المنصف عند استكمال المرحلة الأولى من الانقسام المنصف سينتج خليتين وحدة منهم كبيرة زي ما أنتوا شايفين ووحدة منهم صغيرة الكبيرة اسمها خلية بيضية ثانوية دائماً إحنا بنبدأ أولية ثانوية الخلية بيضية ثانوية أحادية المجموعة الكروموسومية أما الخلية الثانية الأصغر حجماً فتسمى الجسم القطبي الأول سينقسم الجسم القطبي الأول ليكمل المرحلة الثانية من الانقسام المنصف وبيعطينا جسمين قطبيين صغيرين رح يتحللوا ويتلاشوا ويضمحلوا لأنه ما فيهم كمية سيتو بلازم كبيرة أما الخلية البيضية الثانوية فتبدأ المرحلة الثانية من الانقسام المنصف بتبلش تمهيدي وبتخلصه تنتقل للطور الاستواء الثاني في الطور الاستواء الثاني تتوقف ليش لا تتوقف؟ هلأ بنشوف كمان إشوي بدنا نرجع للفقرة ونشوف هذا المخطط السهمي كيف مكتوب في الفقرة مرحلة النضج يكمل عدد قليل من الخلايا البيضية الأولية يعني مش كل الخلايا البيضية الأولية الموجودة في المبيض بتكمل مرة واحدة في كل شهر بيكمل عدد قليل من الخلايا البيضية الانقسام المنصف متى يبدأ الاستكمال عند مرحلة البلوغ لكن مرحلة بدء تكوين الجامتات تبدأ من المرحلة الجنينية بيختلف عن الذكر الذكر مرحلة بدء تكوين الجامتات عند البلوغ الأنثى تبدأ عندها المرحلة الجنينية وتستكمل عندها البلوغ شو اللي بيخليها عند البلوغ تستكمل المرحلة الأولى من الانقصام المنصف الهرمونات الأنثوية إذن المحفز لاستكمال المرحلة الأولى من الانقصام المنصف هو الهرمونات الأنثوية بينتج خليتين كبيرة خلي البديث ثانوية صغيرة أجلسنا القطب الأول كل واحدة فيهم واحد الخليل بيضية الثانوية تتوقف متى في الطور الاستوائي الثاني أما الجسم القطبي من قسم الجسمين قطبيين راح يتحلل وزي ما راح نشوف كمان شوي الخليل بيضية الثانوية تتوقف عن استكمال الانقصام في الطور الاستوائي من المرحلة الثانية لازلنا في المبيض الخليل بيضية الثانوية في المبيض الآن ستحدث عملية تسمى عملية الإبادة عملية الإباضة هي انطلاق الخلية البيضية الثانوية من المبيض إلى قناة البيض يعني تتغير مكانها تروح من المبيض إلى قناة البيض انطلاق الخلية البيضية الثانوية هذه من المبيض إلى قناة البيض يسمى عملية إباضة في قناة البيض الآن ماذا سيحدث؟ الآن نحن في قناة البيض وتكون الخليل البيضية الثانوية في قناة البيض تكون في الطور الاستوائي الثاني عدد المجموعة الكروموسومية فيها واحد إن يا إما في قناة البيض تلقح بحيوان منوي يا إما يتعدر التلقيح إذا ما في تلقيح تتحلل الخليل البيضية الثانوية في قناة البيض أما إذا حصلت عملية التلقيح فسوف تستكمل المرحلة الثانية من الانقصام المنصف إحنا حكينا إنها لما توصل قناة البيض بتكون في الطور الاستوائي الثاني إذا تلقحت ستستكمل رح تكمل انفصال ثاني نهائي ثاني وينتج خليتين خليتين الناتجتين إحداهما تسمى بويضة ناضجة أحاديث المجموعة الكروميسومية والثانية صغيرة تسمى جسم قطبي ثاني أحادي المجموعة الكروميسومية أيضا يتحلل زي الجسمين القطبيين اللي نتجوا عن انقسام الجسم القطبي الأول ليش بدي تحلل جسم القطبي الثاني لأنه ما فيه سيتو بلازم ما فيه كمية مواد غذائية فيه وبالتالي يتحلل وتبقى البويضة الناضجة نحن هيك بنكون كوننا بويضة ناضجة بدنا نرجع على الرسمة اللي تركناها في بداية الدرس ليبت نجدها في الكتاب في الصفحة 142 في الصفحة 142 في عنا خلينا نتفرج على هاي الرسمة أول أن هذا التركيب هيك هذا المبيض هذا المبيض المبيض فيه حوصلة أولية هاي حوصلة أولية طبعا راسمين هم انتبعين مع حوصلة أولية واحدة مش حاطين كل الحوصلات الأولية الحوصلة الأولية بتأثير من الهرمونات الأنثوية سوف تنمو وتنضر ويحدث فيها انقسامات راح نجي لها كمان شوي بتفصيل ثم في مرحلة معينة ستخرج الخلية البيضية الثانوية شايفين هاي خلية البيضية الثانوية ستترك المبيض ستنطلق من المبيض وتتوجه إلى قناة البيض هذا التركيب اللي أنا بشاور عليه الآن هيك كل permitsه اسمه قناة البيض هذه هيك قناة البيض هاي الآن بشاور عليها خليني أشاور عليها بالماوس ممكن نستيره أوضح هذا التركيب اللي لونه زهر هيك هذا اسمه قناة البيض هذا التركيب اللي بيضوي الشكل هيك هذا المبيض بداخل المبيض يوجد حوصلة أولية بتأثير من الهرمون تحتوي على خلية بيضية أولية بتأثير من الهرمونات الأنثوية عند مرحلة البلوغ راح تنم الحوصلة الأولية ويتكوى ويصير فيه استكمال المرحلة الأولى من الانقسام المنظف لإنتاج الخلية البيضية الثانوية لما تنتج الخلية البيضية الثانوية ستنطلق باتجاه المبيض ماذا تسمى عملية انطلاق الخلية البيضية الثانوية من المبيض باتجاه قناة البيض؟ تسمى إبادة الآن إما أن يحدث تلقيح ثم إخصاب وإما أن لا يحدث نجي لهاي الرسمة الخلية البيضية الأم إحنا هون في المرحلة الجنينية أثناء البنت هي في رحم أمها عندها خلية بيضية أم 2N نتجت عن قسمات متساوية عدة للخلية التناسلية الأولية 2N خلية بيضية أم 2N راح تدخل 10N أو يزداد حجمها وتصبح خلية بيضية أولية 2N الخلية البيضية الأولية إحنا في رحم الأم لازالة الفتاة في رحم الأم في المرحلة الجنينية للفتاة 2N خلية بيضية أولية تدخل المرحلة الأولى من الإنقسام المنصف ينتج خلية بيضية ثانوية 1N وجسم قطبي أول 1N إذا حصل تلقيح هذه الرسمة توضح لنا أنه حصلت تلقيح فاستكملت الخلية البيضية الثانوية الإنقسام طبعا هي تكون فيه لما توصل لقناة البيض تكون في الطور الاستوائي الثاني إذا حصلت تلقيح ستكمل المرحلة الثانية من الإنقسام المنصف وينتج بويضة ناضجة 1N جسم قطبي ثاني 1N والجسمين القطبيين اللي نتجوا من الإنقسام الجسم القطبي الأول المرحلة الثانية من الإنقسام المنصف بصيرنا ثلاث أجسام قطبية هذول ثلاث أجسام قطبية ما صيرهم التحلل والإضمحلال كلمة إضمحلال أنت لا شيء اختفاء لكن مستخدم كلمة تضمحل زي ما هي موجودة في الكتاب ثلاث أجسام قطبية وبويضة ناضجة واحدة فعدد الجاميتات الناتجة عن الإنقسام المنصف في عند الأنثى واحد بينما عند الذكر كان أربعة بدأ مرحلة تكون الجاميتات عند الأنثى المرحلة الجنينية عند الذكر البلوغ عند الذكر عملية تكوين الجاميتات مستمرة متتابعة لا يوجد عمليات توقف في الأنثى في عمليات توقف في المرحلة الأولى من الإقسام المنصف تتوقف عند الطور التمهيدي الأول في المرحلة الثانية في الإقسام المنصف تتوقف عند الطور الاستوائي الثاني عدد المجموعة الكروموسومية في الجاميتات الناتجة هو 1N عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة اللي هي البويضة الناضجة أو الحيوان المنوي 23 كروموسوم في وحادية المجموعة الكروموسومية في عنا سؤال في نهاية الدرس يحكي لما عدد المجموعة الكروموسومية في كل من الخلايا الآتية خلية المنوية الأولية 2N وأيضاً البيضية الأولية 2N الأم سواء كانت منوية أو بيضية أيضاً 2N الجسم القطبي 1N طلع المنوية 1N حيوان المنوي 1N والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر